السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل نمازج الوزارة في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الكل جديد والضغط على زر الاعجاب الصف الرابع الفصل الدراسي الاول 2022-2023 نموذج استرشادي السؤال الاول نص الاستماع استمع الى النص ثم تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين انشوف مع بعض نص الاستماع نص الاستماع جلس الاولاد على المائدة واخذ رجل يوزع عليهم قطعا من اللحم ولكنه نسى ان يعقي ولدا صغيرا فقال الصغير من فضلك اعطني قليلا من الملح فسأله الرجل لماذا يا ابني اجاب الصغير لكي استخدمه مع قطعة اللحم التي ستعطيني اياها فتذكر الرجل واعطاه مصيبه من اللحم وهو يشكره على حسن تصرفه واحد وزع الرجل على الاولاد قطعا من هنا يقول لك اللحم الحلوى الفاكهة النقود من نص الاستماع الرجل وزع قطعا من اللحم فنختار اللحم رقم اثنين طلب الصغير من الرجل ان يعطيه قليلا من اللحم الحلوى الملح النقود يعطيه قليلا من الملح رقم ثلاثة يدل تصرف الولد الصغير على جراءته شجاعته تفوقه زكاؤه يدل على زكاؤه فنختار زكاؤه السؤال الثاني التعبير الكتابي تخيل انك محمد من محافظة البحيرة وعمرك عشر سنوات واسرتك مكونة من اربع افراد وتحلم ان تكون طبيبا في المستقبل اكتب سيرتك الذاتية مراعين عناصر الاتية الاسم تاريخ ومحل الميلاد الاسرة رحلتك الدراسية مواقف مهمة مررت بها حلمك في المستقبل فنكتب السيرتين نقوله انا محمد ابلغ من العمر عشر سنوات ولدت في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة اسرتي مكونة من اربع افراد اخت الكبيرة مريم وابي الذي يعمل مهندسا وامي تعمل معلمة للعلوم وقد احببت العلوم والتجارب والاستكشاف منها وقد اتحقت بالحضانة القريبة من منزلنا وبعد ذلك اتحقت بمدرسة الابطال التي تعمل بها امي ومن الايام التي لا انساها اليوم الذي تم اختيار رسمتي كافض الرسمة للجهاز الهضمي للانسان ومن حينها وانا احلم ان اكون طبيبا في المستقبل السؤال الثالث النص الادبي محرر المحتوى الات اقرأ ثم اجب كانت هناك قديما قرية مملوئة بالزرع والخير وفجأة فاض النهر واغرق الزرع وحزن الناس اجتمع رجال القرية وقال كبيرهم الامر سهل وفي الامكان وهو ان نقيم سد يحفظ الماء ونسقي منه الزرع فقام الشباب ببناء السد فحفظوا فيه الماء وسقوا زروعهم وعمى الخير وعادة السعادة الف تقير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد معنى عادة هل هي دفعت ولا هربت ولا عزمت ولا رجعت معناها رجعت رقم اثنين جمع سد هل هي سدود ازداد مسدات سداد جمع سد سدود فنختار سدود رقم ب ضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد قال كبيرهم الامر صعب العبارة خطأ رقم اثنين عادة القرية للسعادة والفرح العبارة صحيحة رقم جيم لماذا اقام الشباب السد ليحفظ الماء ويسقوا منه الزرع السؤال الرابع النص المعلوماتي محرر المحتوى اقرأ ثم اجب خلق الله الناس من طراب الارض وقد اكد البحث العلمي هذه الحقيقة من خلال اختلاف الوان بشرة الاجناس البشرية فمنهم اصحاب البشر السوداء والبشر البيضاء والصفراء والبني وبدراسة تداريس الارض وجدوا الوان التربة لوجه الارض مختلف الالوان فمنها التربة ثمراء وتربة حمراء وتربة بيضاء وتربة صفراء وغيرهم وهي مطابقة لالوان البشرة لاجناس البشرية المختلفة من خلال فهمك للنص السابق تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد مضاد اختلاف توافق تطابق تجانس تقارب مضاد اختلاف توافق فنختار توافق رقم اثنين مراضف الاجناس هل هي الانواع ولا الاغراض ولا الاجباه ولا الاشياء مراضف الاجناس الانواع فنختار الانواع رقم به اكمل خلق الله الناس من تراب الارض رقم جيم الدليل الذي اثبت حقيقة خلق الناس وجدوا ان الوان التربة مطابقة لالوان الاجناس البشرية السؤال الخامس الشعر والبلاغة اقرأ ثم اجب ان المعلم قدوة في الناس مرفوع الجناب وتراه دوما باسما عند السؤال او الجواب يمضي سحابة يومه بين الدفاتر والكتاب قراءة 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 السؤال 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 السادس القواعد النحوية القراءة والكتابة وسيلتان لتحصيل العلم وقد اعدت الدولة المكتبات رغبة في نشر الثقافة والمعرفة هنا عندنا خطحت وسيلتان وخطحت المكتبات استخرج من الفقرة مبتدى فهنا عندنا المبتدى القراءة فنكتب هنا القراءة عايز من هنا فاعل الفاعل هنا من الدولة قد اعدت الدولة فنكتب هنا الدولة في رقم به اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين الف كلمة وسيلتان مرفوعة بالالف لانها فاعلا مفعولا به ولا مبتدأ ولا خبر هنا عندنا في القطع يقول لك القراءة والكتابة وسيلتان هنا عندنا وسيلتان خبر فنكتب هنا خبر ونختار خبر رقم اثنين كلمة المكتبات مفعول به منصوب بالفتحة ولا الكسرة ولا الالف ولا الضمة منصوبة بالكسرة لانها جمع مؤنى سالم في رقم جيم اربط بين كل جملتين مما يأتي باستخدام اسم الموصول المناسب رقم واحد الطائر نغط يغرد فوق الشجرة فنقول الطائر الذي يغرد فوق الشجرة رقم اثنين الشجرة نغط نستظل بها السوال السابع الخط العربي اكتب بخط النسخ هنا جبنا جملة اللهم احفظ مصر واجعل في امانك وإحسانك نكتب نكتب بخط الناس السؤال السامن الاملاء قال الاب نغط لابنه اخلص في عملك هنا اقول لك نقطتين فوق تعجب اين تعيش اسرتك ده سؤال نختار علامة استفهام نص الاستماع استمع ثم اجب نشوف مع بعض نص الاستماع قطعة الاستماع ذهب ولد مع والده يوم الجمعة لزيارة ابن صديق له بمستشفى مععد القلب بأسوان واثناء الزيارة قابل الدكتور مجد يعقوب في مرور على المرضى تذكر انه رأى صورة هذا الطبيب العظيم في التلفاز وعمل دراسة عنه في بحث للمدرسة وعن دوره في معالجة المرضى اقترب الولد من الدكتور مجدي وسلم عليه وطلب من والده التقاط صورة لهما وشعر بفخر شديد وهو يسلم عليه 1- ذهب الولد يوم الجمعة لي حديقة ولا جده ولا مستشفى ولا نادي ذهب لي مستشفى فنختار مستشفى رقم 2 قابل الولد نغط عمه المريض ولا الدكتور مجدي عقوب ولا طبيب الأسرة ولا خاله الممرض قابل الولد الدكتور مجدي عقوب فنختار دكتور مجدي عقوب رقم 3 شعر الولد في الصورة بي نغط الصرور السعادة الحب الفخر شعر بي الفخر فنختار الفخر التعبير الكتابي معلمك له فضل كبير عليك اكتب خطاب شكر للمعلمك مع مراعاة قواعد كتابة الخطاب التي درستها فنكتب مع بعض الخطاب نقول فيه هنا نكتب التاريخ 12 12 2022 بعد كده معلم الفاضل تحية طيبة وبعد لا تسع عبارات شكرك ولكن الله سبحانه شكر سعيك واعترف نبيه عليه الصلاة والسلام بفضلك ارسل اليك هذه الرسالة لاشكرك على جهدك واخلاص في عملك وما قدمته لي من علم النافع ادعو الله ان يرزقك الصحة والعافية وتفضل بقبول فايق الاحترام والتقدير تلميذك المخلص حسن القراءة المتحررة اقرأ ثم اجب انا عمر وهذا حائط العظماء بغرفتي اضع عليه صورا لاهم الشخصيات المصرية المعاصرة التي رفعت راية الوطن في العديد من المحافل فهذه مثلا صورة العالم المصر النابغ احمد زويل الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء وهذه صورة الاديب المصري نجيب محفوظ وهو اول كاتب عربي يحصل على جائزة نوبل وقد استطاع الإلمان بأدق تفاصيل القاهرة القديمة وقد بدأ ذلك في رواياته ارجو ان اضع صورتي معه في المستقبل استخرج من الفقرة معنى العبقري فهنا عندنا العبقري هل هي النابغ ولا النابغ ولا الكاتب فهنا عندنا العبقري معناها النابغ فنختار النابغ رقم اتنين مضاد اختفى بدأ اضع رفعة ارجو مضاد اختفى بدأ رقم به ضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الادب لنبوغ في كتابة الروايات العبارة صحيحة رقم اتنين احمد زويل المصر الوحيد الذي حصل جائزة نوبل العبارة خطأ رقم جيم اقترح عنوانا للفقرة السابقة فنكتبه حائط العظماء النص المعلومات اقرأ الفقرة ثم اجب هل تعرفون عدد اللغات في سائر بلاد العالم هناك اقصر من سبع تلاف لغة على وجه الارض تتوزع بين اللغات محلية واخرى عالمية لكن اللغات الاقصر انتشارا بين سكان الارض يبلغ عددها 23 لغة فقط ولغتنا العربية هي واحدة من بين تلك اللغات الاقصر استخداما في العالم ولكي تكون في المقدمة علينا ان نتفان من اجلها وان نمنحها من الاهتمام لتحمل لواء العلوم والآداب كما كانت اول سؤال معنا بيقولك الاف اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين مراد 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 بلاد هل هي دول ولا اماكن ولا مراكز ولا معالم مراد بلاد دول فنختار دول مفرد الاداب هل الادب الادب المؤدب التأديب مفرد الاداب الادب في رقم به ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد اللغة العربية في مقدمة اللغات الاقصر استخداما في العالم العبارة خطأ رقم خمسة على العالم رقم ما واجبنا نحو اللغة العربية علينا ان نتفانا من اجلها وان نمنحها الكثير من الاهتمام النصوص المتحررة اقرأ ثم اجب قال الشاعر بلادي بلادي فداك دمي وهبت حياتي رضا فاسلمي فحبك عندي كنبض الفؤاد فلن تستكيني ولن تهزمي سنهتف باسمك جيلا فجيلا فعيشي بلادي لنا وانعمي الف اخت رجابة الصحيحة معنى تستكيني هل تعيشي ولا تخضعي ولا تسلمي ولا تنعمي معنى تستكيني تخضعي فنختار تخضعي في رقم به بلادي تعيشي في قلبي تعبير حقيق ولا مجازي تعبير مجازي رقم جيم اكمل هات كلمة من الابيات لها النهاية نفسها اسلامي انعمي تهزمي القواعد النحوية الف يدرس الطالب اللغة العربية واحد حول الفعل المضارع الى الماضي في الجملة السابقة فنقول درس طالب اللغة العربية درس طالب اللغة العربية في رقم اثنين نوع الكلمة اللي تحت ها خط اللي هو كلمة الطالب نحو اسم وتعرب فاعل بنحو اسم وتعرب فاعل في رقم با اختار جابة صحيحة واحد يذهب صديقي الى المكتبة كلمة يذهب فعل ماضي مضارع امر فعل ايه فعل مضارع رقم اثنين الوطن في قلوبنا كلمة الوطن اسم لان بها ضمير ولا الف ولا تأمر بوط وتنوينا لان فيها الف ول ال في رقم جيم نغة تلميزان مشتهدان ضع مكان النغة ضمير مناسب للمتكلم فنقول ايه نحن تلميزان مشتهدان نحن تلميزان مشتهدان اسئلة الاملاء اختر اجابة صحيحة واحد قالت المعلمة نغط حافظ على الهدوء في الفصل هنا قالت المعلمة نختار نقطتين فوق بعض رقم اثنين المقترعون يفيدون الوطن دي جملة تنتهي بنقطة فنختار نقطة رقم تلاتة ما اجمل هذا الخط ده اسلوب تعجب نختار علامة تعجب اسئلة الخط اكتب بخط النسق القراءة حجر اساس بناء الامم نكتب ها بخط النسق وبكده نصلنا معكم لنهاية الدرس النهار ده ارجو استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة